وفقت وزارة الزراعة على تمويل 36 مليون جنيه جديد للمشروع القومي للبتلو في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأعلن وزير الزراعة سيد القصير الموافقة على المبلغ لعدد 87 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمال عدد رؤوس ماشية يصل إلى 849 رأسا وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و77 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس لتوفير المزيد من اللحوم والألبان